بسم الله الرحمن الرحيم بما أوحي إليك من القتاب وعقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء فالمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين غلموا منهم وقولوا آمنا بالذي أنذر إلينا وأنذر إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون فكذلك أنذر إليك الكتاب فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به ومن هؤلاء من يؤمن به وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا الأرثاب المبطلون بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا علم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون وقالوا لولا أنذر عليه آية من ربي قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين أولم يكفهم أن أنذرنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون كل كفى بالله بيني وبينكم شهدا يعلم ما في السماوات والأرض والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل صما لجاءهم العذاب ولا يأتي أنهم بغتثا وهم لا يشعرون يستعجلونك بالعذاب وإن ندهنم لمحيطة بالكافرين يوم يخشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فيايا فاعبدون كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنببينهم من الجنة غرفا تجري من تحفي الأنهار تجري من تحفي الأنهار خالدين فيها نعماج العمين الذين صبروا وعلى ربهم يتوكنون وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر لا يقول من الله فأنا يؤفكون الله يفسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له إن الله بكل شيء عليم ولئن سألتهم من مثل من السماء ماء فاحيى به الأرض من بعد موتها ليقولن الله وللحمد لله بل أكثرهم لا يعكلون وما هذه الحياة الدنيا إلا له ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيان لو كانوا يعلمون فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون أبا لم يروا أن ناجعا لا حرما آمنا ويتخطفوا الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون ومن أغلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين ألف لام ميم ولبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغنبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم بعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون أولم يتفكروا في أنفسهم با خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاكبة الذين من قبلهم كانوا أشد منهم كوة واثاروا الأرض وعمروها أكثر مما أعمروها وجاءتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ثم كان عاكبة الذين أفاؤوا السواء كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون الله يبدأ الخلق ثم يعيدوا ثم إليه ترجعون ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون ولم يكن لهم من شركائهم شفعاء وكانوا بشركائهم كافرين ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روزة يحبرون وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا بلقاء الآخرة فأولئك في العذاب محورون فسبحان الله حين تمسون وحين تفلحون وله الحمد في السماوات والأرض عشيا وحين تمهون يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد بوتها وكذلك تخرجون ومن آياته أن خلقكم من طراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزوادا لتسكنوا إليها ودعل بينكم مبدة ورحمة إن في ذلك لآيات لكوم يتفكرون ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف والسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالين ومن آياته منامكم بالليل والنهال وابتغاءكم من فغله إن في ذلك لآيات لكوم يسمعون ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها إن في ذلك الآيات لكوم يعقلون ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون وله من في السماوات والأرض كل له قانتون فهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيضه وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض فهو العزيز الحكيم غرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رثقناكم فأنتم فيه سباء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لكوم يعقلون بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم فمن يهلي من أغل الله وما لهم من ناصرين فأقم وجهك للدين هنيفا فطرة الله الذي فترى الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون مريبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حذب بما لديهم فرحون وإذا مثلنا ثغروا دعوا ربهم مريبين إليه ثم إذا أذاقهم منه رحمة إذا فريق منهم بربهم يشركون ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون أم أنذل عليهم سلطانا فهو يتكلم بما كانوا به يشركون وإذا أذقنا الناس رحمة فرحوا بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقلتون أولم يعوا أن الله يفسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك الآيات لقوم يؤمنون فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون وما آتيتم من ربا ليربوا في أموال الناس فلا يربوا عند الله وما آتيتم من ذكاة تريدون مده الله فأولئك هم المبعفون الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلك من شيء سبحانه وتعالى عما يشركون ظهر الفساد في البر والبهر بما كثبت أيدي الناس يذيقهم بعض الذي عيدوا لعلهم يرجعون كن ثهروا في الأرض فانظروا كيف كان عكبة الذين من قبل كان أكثرهم مشركين فأقم وجهك للدين القيم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله يومئذ يصدعون من كفر فعليه كفره ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمحدون ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فغله إنه لا يحب الكافرين ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات وليذيقكم من رحمته ولتجري الفلك بأمره ولتبتهوا من فغله ولعلكم تشكرون ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فانتقمنا من الذين أجرموه وكان حقا علينا نصر المؤمنين الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى البدق يخرج من خلاله فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير ولئن أرسلنا ريحا فرأوه مصفرا لغلوا من بعده يكفرون فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الثم الدعاء إذا ولوا مدبرين وما أنت بهذه العمي عن ولالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف كوة ثم جعل من بعد كوة ضعفا وشيبا يخلق ما يشاء وهو العليم القدير ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبسوا غير الساعة كذلك كانوا يؤفكون وقال الذين أوتوا علم والإيمان لقد لبستم في كتاب الله في كتاب الله إلى يوم البعث فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون فيومئذ لا ينفع الذين ظلموا معظرتهم ولا هم يستعتبون ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل ولئن جئتهم بآية لا يقول أن الذين كفروا إن أنتم إلا مبطلون كذلك يتبع الله على قلوب الذين لا يعلمون فاصبر إن بعد الله حق ولا يستقف أنك الذين لا ينقلون ألف لام ميم تلك آيات الكتاب الحكيم هدى ورحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون ومن الناس من يشتري لهو الهديث ليغل عن سبيل الله بغير علم بغير علم ويتخضها هزوا أولئك لهم عذاب مهمين فإذا تتلى عليه آياتنا ولا مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم خالدين فيها وعد الله حقا فهو العذيب الحكيم خلق السماوات بغير عمل ترونها والقوا في الأرض رواسيا تميذ بكم وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه وللظالمون في غلال مبين ولقد آتينا لقمان الحكمة نشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني همين وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لغلم عظيم فغصينا الإنسان من والديك حملت أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أني شكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهدك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون يا بني إنها إن تقم سقال حبة من خردر فتكن في صخرة أو في السماوات أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهعني المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور ولا تصاعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فقور واقصد في مشيك وغضر من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير ألم تروا أن الله صخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأصبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطلة ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا أبلو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعي ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوسقى بين الله عكبة الأمور ومن كفر فلا يحذنك كفر إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا إن الله عليم بذات الصدور نمتعهم قليلا ثم نفطرهم إلى عذاب غليظ ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولوا إن الله وللحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون لله ما في السماوات والأرض إن الله هو الغني الحميد ولو أن ما في الأرض من شجرة أكلام والبحر يمده من بعده سبعة أبهر ما نفذت كلمات الله إن الله عزيز حكيم ما قلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصير ألم تر أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس بالقمر كل يجري إلى أجل مسمى وأن الله بما تعملون خبير ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العري الكبير ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم من آياته إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور إذا عشيهم موجونك أقول لدعه الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر فمنهم اقتصد وما يذهبوا بآياتنا إلا كل خطار كفور يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن بعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الله عنده علم الساعة فينذل الغيث ويعلم ما في الأرهام وما تدري نفسه ماذا تكسب غدا وما تدري نفسه بأي أرض تبوت إن الله عليم خبير ألف لام ميم تنذيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون الله الذي خلق السماوات والأرض ما بينهما في ستة أيام ثم السماء على العرض ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرضني في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون جالك عارم الغيب والشهادة العزيز الرحيم الذي يحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين أم جعل نسله من ثلالة مما إنهين ثم سواه ونفق فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفذة قليلا ما تشكرون وقالوا إذا ظللنا في الأرض إنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون ولو ترى إذ المجرمون لاكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا بسمعنا فرجعنا نعمل صالحا إنا موقنون ولو شئنا لاتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس يجمعين فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم ذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها وخروا سجدا وسبحوا بهم لربهم وهم لا يستكبرون تتجافى جنوبهم عن المغادع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفكون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قوة أعين جزاء بما كانوا يعملون أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستبون أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نذلا مما كانوا يعملون وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم وقيل لهم دوكوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون ولنذيق أنهم من عذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون ومن أغلم ممن ذكر بآيات ربي ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه واجعلناه هدى لبني إسرائيل واجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون أبلم يهدي لهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك الآيات أفلا يسمعون أبلم يروا أن نسوك الماء إلى الأرض وجلز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين كل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون يا أيها النبي اتق الله ولا تتعي الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا وتوكل على الله فكفى بالله وكلا ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه وما جعل أزواجكم الله تظاهرون منهن أمهاتكم وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم يفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل ادعوهم لآبائهم وأقصة عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين وماليكم وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم فأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مستورا وإذا خذنا من النبيين ميساقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميساقا غليظا ليسأل الصادقين عن صدقهم وأعد للكافرين عذابا أليما يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصرا إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ ذاغت الأبصار وبلغت القلوب الهناجر وتغنون بالله قلونا ونالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما بعدنا الله ورسوله إلا غدورا وإذ قال الطائفة منهم يا أهل يسرب لا مقام لكم فارجعوا ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لآتوها وما تلبسوا بها إلا يسيرا ولقد كانوا عهد الله من قبل ليولن الأدبار وكان عهد الله مسؤولا كن لن ينفعكم الفرار إن فررتم من البوت بالقتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا كل من ذا الذي يعصبكم من الله إن أراد بكم سوا أو أراد بكم رحمة ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا قد يعلم الله المعبكين منكم والقائمين لإخوانهم هلوم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا أشحة عليكم فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يخشى عليه من البوت إذا ذهب الخوف سلكوكم بألتنة حدات أشحة على الخير أولئك لم يؤمنوا فأحمط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا يحسبون الأحزاب لم يذهبوا وإن يأتي الأحزاب يودوا لو أنهم مادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قديلا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما من المؤمنين رجال صلقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى لحبه ومنهم من ينتور وما بدلوا تبديلا ليدي الله الصادقين من صدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما ورد الله الذين كفروا بغيذهم لم ينالوا خيرا فكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قبيا عزيذا وأنزل الذين ظاهروا من أهل الكتاب من صياصهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تأكلون وتأسرون فريقا وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لن تطعوها وكان الله على كل شيء قديرا يا أيها النبي كل أذوادك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن صراحا جميلا وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما يا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة يضعف لها العذاب ذعسين وكان ذلك على الله يسيرا يا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة يا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة